من وإحنا صغيرين وتقريباً أكتر سؤال بيطلب مننا سواء من أهلنا أو المدرسين بتاعنا هو أننا نذاكر لكن مفيش مرة حد منهم قاعد معنا وعلمنا إزاي فعلاً نذاكر وعرفنا إن المذاكرة دي استراتيجيات وحاجات لما بنعملها بنقدر نستوعب المعلومات دي بشكل أحسن ويمكن كمان بمجهود أقل فللأهل والمدرسين نسوا يقولوا يا صديقي أنا جاي النهاردة عشان أقوله لك وأعلمه لك كمان بإذن الله جاي النهاردة أشارك معاكم الطريقة الصحة لإنك تذاكر واللي أنا مشيت بيها كل سنين تعليمي لغاية الحمد لله مبقية خريج قد الدنيا فكل اللي محتاجه منك دلوقتي هو إنك تجيب نوتا أو ورقة وحات معاك ألم وابدأ ركز معايا ودون ورايا الكلام اللي هقوله دا والخطوات اللي هنقولها دي علشان إن شاء الله تطبقها على طول وفترة الامتحات اللي احنا فيها تعديها بخير بإذن الله فلو عايزين تعرفوا أكتر يبقى دلوقتي لازم تصالوا على النبي واتتابعوا الحلقة دي للنهاية أنا طارق صادق وإنت بنوارني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم فيديو جديد معاكم طارق صادق بفكركم إن إحنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع فما تبخلش علي باللوقت الحلوة بتاعك وكمان السبسكرايب وخلونا إلا نتكلم عن الخطوات الصحيحة لإن أذاكر عشان أفتكر كل اللي أنا بذاكره وفي نفس الوقت ما بذلش مجود كبير أول حاجة لازم تنوع من مصادر المذاكرة بتاعتك يعني تذاكر من كتاب المادة لو المادة دي لها شرحة على اليوتيوب اتفرج عليه لو أنت عامل لها ملخص أو لكزيميل عامل لها ملخص أو مدرس أو دكتور عامل لها ملخص اقرأ الملخص ده ولو عندك أي مصدر من المصادر دي برضو بص عليه تنوع المصادر من الأسباب الكبيرة جدا اللي بتثبت المعلومة لأنك ممكن تقرأ المعلومة في الكتاب بس ما تفهمهاش فلما تشوفها في الملخص اللي عامله الدكتور بتاعك تفهمها أحسن وممكن شرح المدرس أو الدكتور بتاعك ما كانش أد كده فلما تتفرج على فيديو يعلمك على اليوتيوب المعلومة تثبت في دماغك أكتر وممكن لما بتنوع المصادر لو نسيت المعلومة اللي انت قرأتها في الكتاب تفتكرها لما قرأتها في الملخص او تفتكرها من الشرح اللي انت شفته على يوتيوب او ايا يكون المصدر اللي انت تفرجت عليه فدايما هتلاقي في دماغك بدايل كتير جدا انك تفتكر المعلومة منها غير انك اصلا لما بتنوع في المصادر بتلاقي ان في مصدر او مصدرين انت بتفهم منهم اكتر وبيسبتوا المعلومة في دماغك اكتر فتعرف ان المصدر ده او المصدرين دول انت لازم لما تيجي تذاكر تهتم بيهم اهتمام اكبر وخلي بالك ان قوة وضعف المصادر بيختلف من مادة للتانية ومن درس للتاني يعني ممكن المعلومة دي لو قرأتها من الكتاب ما فهمهاش لكن لو قرأتها من الملخص افهمها لكن معلومة تانية ممكن اقرأها من الملخص ما فهمهاش لكن لو قرأتها من الكتاب افهمها فمش دايما المصدر او المصدرين اللي انت بتعتمد عليهم ينفع تعتمد عليهم مية في المية دايما ساعات بتحتاج جنب ومصادر تانية تفهم منها المعلومة احسن تاني خطوة زاكر اكتر من مادة ليه يا زمالي كانوا يجوا دايما يقولوا لا احنا هنزاكر مادة كاملة اوي النهاردة احنا مش هنزاكر غيرها ما كنتش انا بحب الفكرة دي وبروح انا زاكر اكتر من مادة في يوم واحد ببدأ اقسم اليوم بتاعي على المواد دي فكانت النتيجة دايما يا صديقي ان انا بجيب درجات اكتر من زمالي دول فكان هما يفتكروا بقى ان انا وقت خبيس وبذاكر من وراهم وان انا اكيد ما زاكرتش كل المواد دي في يوم واحد وزاكرت مادة واحدة بس الحقيقة ان الطريقة بتاعتي بعد ما كبرت اكتشفت ان هي طريقة اصلا علمية وسليمة وصحيحة لانك لما بتفضل اليوم كامل بتذاكر في نفس المادة يا صديقي دماغك بيطعب حرفيا وبتبدأ تحس بملل وبزهق وان انت مخنوق من المادة وكرهتها طول اليوم بتذاكر فيزيا وطول اليوم بتراجع فيزيا وطول اليوم بتحل فيزيا خلاص بقى هو كل ضرب ضرب مفيش تيمة لكن لو انت مثلا عندك النهاردة المذاكرة بتاعتك ساعتين لو قعدت الساعتين دول كلهم بتذاكر نفس المادة انت هتزهق وهتمل وهتتعب ويمكن تكره المادة دي اما لو قسمتها مثلا على اربع مواد كل مادة منهم اخدت نص ساعة انت صحيح ما خلصتش ولا مادة منهم بس خلصت هنا جزء وخلصت هنا جزء وخلصت هنا جزء وخلصت هنا جزء فده سمح ليك ان انت تنجز خطوات في اكتر من المادة وفي نفس الوقت منع منك فكرة الملل لانه كنت بذاكر دلوقتي فيزيا فصلتها وذاكرته عربي لما ذهيت من العربي فصلته وروحت ذكرت مثلا كيميا التنوع ده صديقي بيخلي مخك يجدد طاقته وكأنه بيبدأ من الصفر تاني بس المهمة صديقي تكون بتعمل ده في خطة زمنية بحيث ان انا مثلا ما يبقاش عندي مادة اللي امتحان بتاعها بعد ثلاثة ايام واقول لا طريق قلي اذاكر جزء ان المادة وروح اذاكر حاجات تانية لا لازم تبقى مدرك الاولويات ان المادة دي معادها اقرب فانا اه مش هقضي اليوم كله بذاكرها بس على قليل هديها اغلبية الوقت يعني لو زي ما قولنا عندي ساعتين فانا ممكن اذاكرها في ساعة وقسم باقي المواد كلهم على ساعة زيها لان المادة دي تستحق انها تاخد نص وقتي او اكتر من النص شوية طبعا لو مش بقدر ابتديه للوقت بتاعك او تعمل فترات زمنية اتذكر فيها بص تحت في وصف الفيديو هتلقي نسايب لك لينك بتاع تطبيق انا كنت بستخدمه بشكل شخصي عشان اقسم الاوقات الزمنية بتاعتي واقدر اذاكر من غير ما الحاجة تدخل في بعضها رقم ثلاثة تجنب المشتتات اوقات كتير واحنا بنذاكر يا صديقي بيبقى دماغنا ده بيفكر في حاجات تانية ما تيجي نزور خالتك اللي احنا بنزورهاش بقى انا ست سنين انت جا عند الوقت ما تقوم تاكل وبعد كا تكمل مذاكرة وغيرها 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 من الحاجات اللي بتشتتنا واحنا في المذاكرة والحل السحر يا صديقي ان انا بنفسي كنت بعمل وانا بذاكر هو انه كنت بجيب ورقة وبكتب عليها ورقة المشتتات الورقة دي كانت كل مهمتها ان انا كل ما في حاجة تدخل هنا تشتتني ابدأ اكتبها في الورقة دي بحيث ان انا بطلعها من هنا وبرميها على الورقة يعني مثلا لو قلت ان انا وانا بذاكر افتقلت ان انا محتاج ازور خالتي اكتب في الورقة ان ان شاء الله بعد ما نخلص مذاكرة هنروح نزور خالته اول ما بتكتبها هنا خلاص مخك بقى مش لقي حاجة خلاص قالك هنظرها يعني هنظرها زاكر بقى وبعد كده هنبقى نظرها فلما بتبدأ تكتب الحاجات اللي بتشتتك دي على ورق دماغك بيهدأ وبيركز اكتر ده غير ان ورقة المشتتات كانت بتساعدني لما بقى احس بشعور خوف كده وقلق من فترة الامتحانات وابقى خلاص جاي لدي اتنافس يعني ممكن تبقى انت بتذاكر مثلا وانت سنوية عامة ويجي لك سؤال زي هو يطار انت هتنجح وتجيب المجموعة اللي انت عايزه فتسيب المذاكرة وتقعد مكتئب ومش قادر تكمل لكن لو جربت انك تكتب التساؤلات دي على ورقة المشتتات علشان ان شاء الله هفكر فيها بعد المذاكرة او انا هخرجها من دماغي وريح نفسي منها واكتبها هنا سدانة يرفرق معاك جامد جدا وهتخفف من الضغط بتاعك لانك لما هتكتبها على ورقة وتكمل مذاكرتك هو ده الرد الطبيعي ان اه احنا بنذاكر دلوقتي يبقى ان شاء الله هنجيب مجموعة احنا خايفين ليه احنا نخاف لو احنا سيبنا المذاكرة واقعدنا نعيض الخطوة رقم اربعة وانت بتذاكر حاول تختصر يعني كل حاجة مكالكعة او صعبة او صعب حفظها حاول تعمل لها اختصار بسيط يفكرك بيها زي مثلا انا افتكر زمان وانا بدرس رياضيات في السنوية عامة كان عندنا اللي هو التقسيمة الاربعة اربعة دي اللي هي كل وجاء وظاء وجتها والحاجات دي فما كناش بنعرف نحفظها اللي هو كل وبعدها جاء وبعدها جتها وبعدها زاط انا مش بتلغبط ما بينهم وجاء وجاء وزاطة والحاجات دي شبه بعضها طب احفظها ازاي فكان المدرس بتاعنا يقول لنا كل جميلة زريفة جتها عريس او كل جبار ظالم جاته دهية فانت هتاخد اه كل دي كل جميلة دي الجا زريفة ده الزا جتها يبقى دي الجا واكذا بقى كنا بنعمل الاغنية دي عشان ناخد منها الكلام ده اللي ساعدنا وحنا بنذاكر بالمناسبة لو المدرس بتاعك كان بيحفظك الحاجات دي كده اكتب لنا تحت في التعليقات عشان ما حسش نال واحدي لما بتعمل الحاجات اللطيفة الخفيفة اللي بتضحك ده صديقي لما بتدخل الامتحان بتلاقي ان انت عارف تفتكر المعلومة لانك معلمة بحاجات تانية فوقتها المذاكرة بتبقى اسهل وفي نفس الوقت مصلية اكتر لانك هتستمتع وانت بتعمل اختصارات خاصة بيك محدش يفهمها غيرك وتبقى مبسوط وانت في اللجنة اللي انت بتقول كلام كده الناس شايف ان هو خوارزميات مش مفهومة وانت لما بتقول الكلام ده انت عارف تحل بيه الامتحان عادي صحيح يا صديقي قبل ما اكمل هو انت نزلت عملت لايك وعملت سبسكرايب ما تنزل يا صديقي دعمنا اعمل لايك اعمل سبسكرايب شارك الفيديو ده مع اصحابك علشان تبقى بتساعدنا في نشر الخير وتاخد ثواب كده وربي لي ووفقك في امتحاناتك ولو لسه نكمل الحلقة لغاية هنا انزل اكتب لي تحت في التعليقات رقم 55 عشان اعرف مين صاحبنا اللي مركز ومصح صح ولسه نكمل معي الحلقة لغاية دلوقت رقم 5 حاول وانت بتذاكر دايما تقرأ بصوت عالي ولأ انت كده مش مجنون ولا حاجة الدراسات اثبتت ان دي واحدة من احسن الطرق لو ما كانتش احسنهم خالص وانت بتذاكر لانك فيها بتستخدم اكتر من حاسة بتقرأ بعينك فانت عينك شغالة بتتكلم وبتقول اللي انت بتقرؤه فالبقء بتاعك ولسانك شغال ودنك بقى بتسمع الكلام اللي انت بتقوله ده فودنك كمان اشتغلت ده غير بقى لو انت مسك القلم وبتكتب اللي انت بتقوله او بتختصره او بتشد خطوط كل الحاجات دي شوف انت عندك كام حاسة في جسمك اشتغلت وانت بتعمل المذاكرة دي وكل حاسة في جسمك وليها الزاكرة الخاصة بيها يا صديقي يدك ليها الزاكرة الخاصة بيها ان انت لما بتشوف النار بتفتكر ان هي تلاسعت لان دي زاكرة في ايدك انت ايدك فاكرة ان هي بتتلاسع لما تمسك النار عينك ليها زاكرة مش انت ساعد تشوف رقم تليفون تحفظه لمجرد ان انت عينك كل شوية تفتكر المنظر ده ومخك يجيب لك صورة المنظر اللي انت شفته فتلاقي نفسك بتسمع الارقام بتاعتها العربية مثلا ده لان عينك لها زاكرة فكل حاسة في جسمك لها زاكرة خاصة بيها في مخك فانت لما تدخل المعلومة من عينك ومن بقك ومن ودنك ومن ايدك وكل الحواسي دي اشتغلت ببقى عندك قابلية اعلى انك تفتكر المعلومة دي بعد كده هتفتكر ان ايدك كتبتها ان لسانك نطاقها ان ودنك سمعتها ان عينك شفتها احسن ما تبقى تقرأ بعينك بس ومن غير صوت او انك تقرأ بلسانك بس انت بتسمع حاجة تانية مزيكة ولا اي حاجة ولا قرآن فانت فيه اكتر من حاجة داخل عكس بعض فانت مشتت فحاول صديقي تستخدم كل حواسك في المذاكرة لان ده بيساعدك اكتر انك تفتكر رقم 6 اهتم جدا بالمكان بتاع المذاكرة بتاعك ما تجيش في قطك يا صديقي وعلى السرير بتاعك وتقول انها زاكر لان جسمك متعود ان السرير ده معناها نوم او تيجي في ترابيزة الصفرة وتزاكر ان الترابيزة دي متخزنة في مخك معناها اكل فلو نمتع السرير مخك هيبدأ يقولك يلا نام لو اعدت على الصفرة مخك هيفضل يقولك انت جعان دلوقتي ما تاكل بعد كده كم المذاكرة فيفضل دايما يا صديقي ان انت توفر مكان خاص للمذاكرة انا مش بعمل اي حاجة هنا غير اني بذاكره بس بس للاسف حاجة زي كده مش متاحة للكل مش كله معاقي الامكانيات ان هو يوفر مكان خاص يذاكر فيه او مكتب خاص يذاكر فيه فالحل هنا صديقي ان انت مثلا ممكن تعمل اضاءة معينة للمذاكرة اللي هو انا طول اليوم وانا بذاكر منور اللمبة دي لما هاجا زاكر انا جايب كشاف كنا بذاكر من عليها او اباجور او اي فيه نور معين بينور عيني بتبقى شايفة وعكز على الورق اول ما بانور النور ده مش بعمل حاجة غير ان بذاكر فمخك هيستستم اول ما يشوف النور ده ان ده وقت المذاكره دلوقتي احنا مش بنام الحاجة لان انا هنذاكر لو انا ع السرق انا مش جاي عشان ينام لو انا ع الصفر مش جاي عشان اكل النور ده منور يعني احنا بنذاكر اوقات يا صديقي فعلا بتحتاج تاخد عقلك على قد عقله الخطوة رقم تمانية خد راحة انت انسان يا صديقي والانسان ضعيف بتتعب وبتحس بارهاق وبتحس بملل فما ينفعش تفضل تذاكر 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 وما تاخدش بريك وكمان الدراسات اثبتت اصلا ان انت لما تيجي تذاكر مخك ببدأ يتشتت من بعد 25 ل 30 دقيقة يعني بعد الوقت ده مخك ببدأ يدخل معلومات هو مش فهمة ويبدأ يحس ان هو متشتت وتركيزه قل واستعاب له المعلومة مش قد كده فالاحسن يا صديقي ان انت تذاكر المادة دي 25 دقيقة او نص ساعة او لو انت بقى فرود ومتعاول عبده ذاكره 45 دقيقة وبعد كده تعمل ستوب تقوم تريح 15 ربع ساعة على قد انت زاكرت قد ايه وبعد كده تفصل بقى وترجح تذاكر تاني بس خلي بالك من الحاجات اللي بتشدك يعني متعودش تذاكر نص ساعة كده وبطل وجميل وذاكرت حلو تقول ان ااخد بقى راحة الربع ساعة بتاعتي انا هافتح الموبايل اشوف السوشال ميديا فائي فتفضل تقلب 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 لغاية ما تاخد منك نص ساعة وساعة وساعتين والليلي يلايل عليك وتخش تنام يا سلام يا انت مذاكر لنص ساعة عشان ترتاح ست ساعات فتجنب يا صديقي في وقت الروحة بتاع المذاكرة تلجأ لحاجات ممكن تشدك زي التلفزيون او الموبايل وغيرهم ممكن في الوقت دا تقوم تريح لو انت جعان وما كانتش قوم كل فيهم ممكن تطلع الشارع تبص على المناظر لو انت مثلا في منطقة ريفية مثلا جنبك اراد زراعية هوا نظيف ايا يكن ومعمل اي حاجة تخلي جسمك يفك وارجع زاكر تاني سدقني هتفرق معاك جامد جدا عن انك تفضل طول الوقت بتذاكر وبس الخطوة ورقم 9 واخر نصوحة معانا يا صديقي هو انك حاول دايما تشارك المعلومة اللي انت تعلمتها لما بتشرح المعلومة دي لحدة صديقي بتثبت في دماغك اكتر فممكن مثلا تبقى انت قاعد بتتغدى مع اهلك وتقولهم معلومة انت تعلمتها تعرفوا يا جماعة ان شيكسبير هو اللي قلف هاملت هم طبعا مش مهتمين من شيكسبير ومين هاملت دا واهم حاجة انهم يلحاوي اكله الاكل هو سخن بس انت يعني بتحاول ايه تقولهم معلومات من عندك في المنهج تثبت المعلومات دي عندك اكتر معلش انا حبيت اجيب مثال من مذاكرات انا كنت بقى ذاكر دايما هاملت وشكسبير والحاجات دي فمعلش او يستحسن لو لك صحابك وصحابك دول صالحين وبتعملوا جروبات كده للمذاكرة حاول تشارك معاهم المعلومات اللي انت تعلمتها وهم كمان يشاركوا المعلومات اللي هم تعلموها فكده انتو بتذكروا مع بعض وبتشجعوا بعض ولما بتشرحوا البعض المعلومة بتثبت اكتر ومن الاخر بتبقوا ناس سلكة كده عشان ربنا يبارك لكم وبس كده صديقي تكون حلقة النهاردة تمت بحمد الله اتمنى انت كمان تكون نزلت دعمتني باللايك الحلو بتاك وعملتني سبسكرايب جميل زيك عشان يوصلك كل جديد ولو كملت الحلقة معانا لغاية هنا انزل اكتبلي تمت بحمد الله عشان نعرف مين صاحبنا البطل اللي كمل الحلقة دي للنهاية ولو عندك اي سؤال اي استفسار اي حاجة عايزنا نعمل عنها فيديو اكتبلي تحت في التعليقات وشد حيلك يا بطل خلاص السنة في اخيرة ربنا يوفقكم في امتحاناتكم ويسهل لكم كل صعب اتمنى الحلقة تكون لطيفة وخفيفة وتكونوا تبسطتم كان معكم طريق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته